السلام عليكم بصفاتنا بنشجع الزمالك بقالنا سنين وعارفين كل الكواليس اللي هي حوالين نادي الزمالك من اتحاد كورة من اللوبي الأحمر فإحنا بنوجه رسالة تحذير لسيادة اللوع عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة السلسية التي تدير نادي الزمالك رسالة مهمة جدا أتمنى أن اللوع عماد عبدالعزيز يسمعها لأن يعني أعتقد أن احنا شفنا تفاصيل وشفنا حاجات كتير سيادته ما شفهاش أو ما كانش يعني على ضراية كاملة بيها إنما إحنا عشان بنشجع الزمالك وعارفين كل الكواليس اللي هي بيتعرض لها الزمالك عبر تاريخه أعتقد هتكون رسالة مهمة جدا جدا وتحذير مهم جدا جدا لسيادة اللوع عماد عبدالعزيز خليكم معانا لنهاية الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعض الماشر النهاردة معاكم في حلقة جديدة هلاو زمالكاوي وهو مرة تفرج علينا فأكيد ساعدنا شراكك معنا في القناة وتفعيلك في زر الجرس وفي نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك أكيد هتدعمنا بلايك للفيديو قبل ما نخش في الرسالة المهمة جدا اللي بنوجهها لسيادة اللوع عماد عبدالعزيز عاوز أقول لكم على القائمة بتاعة مبارات الزمالكا حاصل حدود فيها غيابات كتيرة جدا يعني عندك الوينش ومحمد عبدالغاني وجنش غايبين لأسباب فنية عندك طارق حامد وبن شارقي وأحمد سيد زيزو بسبب الانزاري التالت أدي كده ست لعيبة عندك إمام عشور وأحمد عيد طبعا بسبب الإقافات والكلام ده كله أدي تمن لعيبة عندك عبدالله جمعة إصابة تسعة لعيبة عندك أشرف روقة إصابة عشر لعيبة وإذا ما كنتش يعني ناسي حد تاني في غيابات كتيرة جدا بيمر بيها نادي الزمالك أمام مباراة حرس الحدود اللي نتمنى إن ربنا يكرمنا فيها لأن يعني كاس مصر أربع خمس مباريات أعتقد بتكسامهم هيبقى شكلك كويس هتاخد بطولة تراضي بيها جمهيرك طبعا كاس مصر مايرضيش جمهير نادي الزمالك إنما أهو بطولة يعني زي ما بتقول كده هبتسد جوع جمهير نادي الزمالك على البطولات فأتمنى من اللعيبة إنهم يركزوا في مباراة حرس الحدود ويأدوها بشكل كويس ونطلع بنتيجة إيجابية إن شاء الله بإذن الله تعالى الموضوع التاني اللي عاوز أتكلم فيه قبل ما خش في رسالتي لسات لواء مد عبدالعزيز وهو اعتراض النادي الأهلي اعتراض النادي الأهلي على على عقوبة إمام عشور إمام عشور أخد عقوبة اتناشر مباراة ومعتقدش إن العيف في النادي الأهلي طوال تاريخ النادي الأهلي ده كله خد عقوبة اتناشر مباراة مهما عمل تمام فإمام عشور خد اتناشر مباراة إمام عشور خد غرامة ميتين ألف جنيه ومثله أحمد عيد برضو اتوقف حوالي اتناشر مباراة وعقوبة ميتين ألف جنيه واتوقف خمس لعيبة من نادي الزمالك من الناشئين وكل لعيب ميت ألف جنيه رغم إن اللعيبة دي عقدها ليلة جدا فأنا معرفش اللي هيدفعه مية وميتين ألف جنيه منين وده كله كمان مش عاجب محمود الخطيب ومش عاجبه وميطلعين بيان وبيعترضوا على عقوبة امام عشور حاجة يعني منتهى يعني ايه يعني اه امام عشور غلط امام عشور بس ده ما تكتبش في تقرير مباراة ده ما تكتبش في تقرير عمراء بالمباراة ولا الحاكم كتبه في تقريره ده غلط حصل جوه غرفة خلع الملابس وبعدين انت حاطت كاميرات في غرف خلع الملابس ده أصلا لوحده مصيبة ده يوديك في ستين دهية انت كده بتتجسس على الخطة بتاعت المدرب بتتجسس على التشكيل ده يوديك في ستين دهية ده اذا صح كلام ان فيه كاميرات كانت في غرفة خلع الملابس فمحمود الخطيب انت مالك انت ومال العقوبة اللي اتحد الكرة مطلعة انت مالك يعني ما تروح تتشطر على كهربا وعلى محمد فضل لما زقوا بعض وضربوا بعض ومفيش اي عقوبة تلت على كهربا رغم ان محمد فضل ده كان عضو اللجنة الخماسية ولا حاجة حصلت محمد الشنية والي العقوبات بتتقلل له من اربع مبارات لمبارة واحدة ما ما حصلش حاجة فمحمود يا خطيب كده ياريت كده ايه تهدى كده وتركز شوية وتسيبك من نادي الزمالك انت مشكلتك الزمالك انت ما كانتش مشكلتك مرتضة منصور مرتضة منصور مشي وهرقة دهو في السرير انما انت مشكلتك نادي الزمالك عشان دعاية انتخابية وقال يعني الرجل ده يعني جدع وبيجيب حق الاهلي انت لا بتجيب حق الاهلي ولا حاجة انت بتعمل فتنة كلنا ما كناش مصدقين مرتضة منصور انما اكسم لكم بالله العظيم ما في حد بيعمل فتنة في البلد قال لمحمود الخطيب بالله هو بيعمله ده لعيب لسه ناشي واخد اتنشر مباراة ومش مكفي محمود الخطيب ومطلع بيان عشان خاطر يقولك انا مش راضي على العقوبة دي انا العقوبة دي مش عجباني لما انفصل لك بقى عقوبة يا بيبو اه تعجبك وتكون على هواك اه يعني كفاية ان الزمالك اخد الدور بفرق الاهداف والليحة اللي معايا بتقول كده وما تحسبت لهش كفاية ان الزمالك توقف له اه سبع او تمن لعيبة من غير تقرير المباراة من غير تقرير حكم كفاية فكفاية كفاية ان الزمالك كان عاوز حكام اجانب والكمة هتتلعب بحكام مصريين كفاية اصلا ان انت عمل انت انت يبيبو اليومين دول انت مضطرب انت مش عارف يعني هتأجل مطش الكمة ازاي انت غايب لك ست لعيبة فانت مش عارف هتقضي مطش الكمة ازاي انت عندك مصيبة في مطش القمة حمد الشناوي وقاسر ابراهيم وهاني ومعلول اللي اتنين البكات وعندك حمدي فتحي وعندك اجاييه الشناوي ده الواحده كارثة عندك الشناوي ده انتو بيغيب بتلبس اسود على محمد الشناوي فانا عزرك انت نفسياتك تعبانة انت خايف من مطش الزمالك اللي جاي فيبيب وقهدى كده واركز وبلاش اللي انت بتعمله ده عشان ده هيعمل فتنة في البلد مرتضى منصور رأد مرتضى منصور ميشي مرتضى منصور راح خلاص اهو يعور الشمس مين اللي بيعمل فتنة مين اللي بيولع الدنيا انت يا محمود يا خطيب اللي بتعمل فتنة وانت اللي بتولع في البلد اللهم بلغت اللهم فاشهت انا خايف من تكرار حدسة برسعيد وهي بقى السبب فيها محمود الخطيب انا خايف من تكرار حدسة برسعيد ربنا يستر واللي يمدي تعدي على خير بسبب اللي بيعمله اتحاد الكرة الفاشل واللي بيعمله محمود الخطيب عشان يردي جماهير النادي الاهلي وعشان يردي الاعضاء عشان دعاية الانتخابية طبعا اللي بيعمله ده اكيد جزء من الدعاية الانتخابية لمحمود الخطيب تعالوا بقى نخش على رسالتي لسيادة اللوى عماد عبد العزيز منذ قليل نزل احمد مجاهد على الموقع بتاع الاتحاد المصري لكرة القدم بيدعو محمود الخطيب وسيادة اللوى عماد عبد العزيز لجلسة يوم الخميس القادم لجلسة ستبقى الساعة 12 الدهر عشان يعودوا يصفوا الاجواء ويصفوا الخلافات والتعصب ونبذ التعصب انا بطالب من سيادة اللوى بعد اذن حضرتك احنا مش بنحجر على رأيك ولا بنحجر على حريتك ولا بنحجر يعني ولا بنقولك اتصرف ازاي بس يا ستاة اللوى احنا فاهميني الناس دي احنا عارفيني الناس دي احمد مجاهد ما عملش كده وما جابش وراء الا لما حضرتك حمرت عنيه الا لما حضرتك قلت انا مش لاعب المطش بتاع النشئين فيا سيادة اللوى هم عاوزين يعملوا ايه هم لقوا ان هي خلاص زي الضمنة كده هي خلاص قفلت هي قفلت يعملوا ايه في ماتش الناشئين اللي حضرتك قلت يا سياد تلوا انا مش لعب وده قرار احنا بنحييك عليه فنكمل بقى وفي نفس الوقت هم مش عارفين يعملوا ايه عشان تأجيل مباراة الكلمة عشان يرضو محمود الخطيب فهما بيبعاثوا لحضرتك بيستدرجوك عشان خاطر تروح اتحاد الكورة ويعودوا بقى يكلموك على التعصب والجامهيرية وانت راجل وطني وانت راجل مش عارف ايه عشان خاطر يأثروا على اي قرار من قرارات حضرتك فيا سياد تلوا الناس دي ليس لهم عهد الناس دي ليس لهم كلمة يا سياد تلوا بعد اذن حضرتك يعني طلب جامهير نادي الزمالك ان حضرتك ما تروحش الاجتماع ده ولو رحت الاجتماع ده اسمع زي ما حضرتك عاوز انما اخرج من الاجتماع لا تتنازل عن شكوتك للفيفا بخصوص اللي بيحصل في نادي الزمالك او بالاخص يعني الشكوى بتاعت مبارات اللي هي موليد تسعة وتسعين بتاعت الناشئين وما تتنازلش انك انت مش هتلعب المطش ده لاننا احنا ابطال الدوري احنا اللي وغدين الدوري واحنا اللي معنا اللي اللي بتقول كده وحضرتك لا تتنازل على الموضوع الاستقناف على العقوبة بتاعت امام عشور وزملاء عشان خاطر دا يكحاف انت اللي تعاقب ابنك امام عشور انت اللي تعاقب ولادك عشان هما بالفعل غلطوا واحنا مش بنقول انه هما مغلطوش هما بالفعل غلطوا انما لا تكتب في تقرير مرائب مباراة ولا تكتب في تقرير حكم لعيبك وغرفة خلع الملابس بتحتفل بقى صح بتحتفل غلط دي يعاقب يعني يعاقب عليه اه رئيس نادي الزمالك وليس اه اتحاد الكورة فياست اللي وادي نقطة النقطة التانية لا مساس بقى ايه مش لا مساس بتاعت الزمالك لا لا مساس بمبارات القمة حضرتك مبارات القمة هي فرصة لولادك انهم يفرحوا فرصة ان الزمالك يكسب الاهلي ولو الاهلي كسب يبقى فارق تلاتة بونطة عن الزمالك لو كسب المؤجلات بفوز الزمالك على الاهلي ان شاء الله بازن الله والناس بعملها تزيد بالغيابات بتاعت الاهلي دي هيقول اتنين اكوال مع بعض فلا تتنازل عن مبارات القمة تكون في معادها لا تتنازل عن شكوتك في الفيفا لا تتنازل عن اه ان المطش ما يتلعيبش بتاع الناشئين لان انت كمان غيب من عندك اكتر من تمن تسعة لعيبة اللي هما البهوات وقفوهم فاسيات اللي هو الناس دي بتستدرجك لما حضرتك حمرت عينيك احمد مجاه تجاب ورا اكسم بالله العظيم اكسم بالله العظيم اكسم بالله العظيم لما حضرتك حمرت عينيك وخدت قرارات صح احنا بنحييك عليها احمد مجاه تجاب ورا لان دايما الحق بيبقى صوته عاني والباطل بيبقى صوته واطي احمد مجاه تجاب ورا يا اما حضرتك ما تروحش الاجتماع يما حضرتك تروح الاجتماع وتصم اذنك وتخرج من الاجتماع زي ما حضرتك دخلت وتتمسك بكل القرارات اللي بدأت تبرد صدور جماهير نادي الزمالك دي رسالة بقى الابن لسيادة اللواء دي رسالة مشجع زمالكاوي لسيادة اللواء اللي هو رئيس آآ نادي الزمالك او اللجنة المؤقتة اللي بتدير نادي الزمالك الناس دي حضرتك طيب ومحترم الناس دي بالبلد كده عندها من اللقم ما يكفي وحضرتك طبعا اسلوبك مش كده اتمنى من سيادة اللواء عماد عبدالعزيز خلي باله قوي 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 من اللي بيتضبر في المنظومة بتاعة اللوبي الاحمر وسن النهاية وفي النهاية لو زم الكاوي اول ما اتفرج علينا فاكيد هسعدنا اشتراكك معنا في القناة آآ وتفعيل زر الجرس وانك تدعمنا بلايك للفيديو ولو بتبقى اتفرج علينا من على الفيسبوك اكيد هسعدنا انك تعمل لنا شير ولايك للفيديو اشوفكم على خير بازن الله تعالى والسلام عليكم اشتركوا في القناة